هانا كيل الحوتا لما هدو الكلتات هدوية تعال الامطار اللي تصم في فصله تعال الاترابات كمال الاتراب الجوي الافريقي والرعود اللي تكون له وهنا معمارة بليقرافيري بس هدوك اللي ديسان اللي يخلهم فالحجرة ناس عندها ستلافة ستبلين سانا في هدو المنطقة لأنها كالموناخ من تخير يجدين نوريكم صورة واحد أخرى تعالجنوب شوفوا الله يبارك شو القبة هدو كيف هشو تبنيتوين مع انخل هدو 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 شتين وازيس كما يقول لك شغل كلهر من الميوسة حاجة عروحة أنا كما يقول لك هوني كوتلو سيلانس نسمعوه كما يقول لك باش الإنسان ما يسمع قولوه ما يمكنش حاجة عروحة كبانه منطقة هدو بو احنا شوفوا الحال كيف سرح يكون إن شاء الله على مستوى بلدنا اللي هدو الصباحة تعهد الجموحة 28 ديسمبر همو من الحال شباب بشتتنا بعد سحبنا وعلى العالية البدسما سنسي البوالي على بعد الولايات الخربية حتى الساحلية مع الصباح يقدر يكون شوية ضباب على السواحل النسبة رطوبة مرتفعة وتلاحظوا مع الصباح خاصة سكان السواحل وبعد المناطق الداخلية النسبة رطوبة مرتفعة سينو الجنوب ببير حالي الحالي نشوفوا درجة الحارة نتظروها قدوا الصباحة مع الفجر بردي ما الحالة ما بينزوج إلى تل درجات بعد الحين حتى أربعة درجات تحت سفر خاصة على كل مناطق تعله ضباب العليا المناطق الداخلية ما بين درجة واحدة إلى قسمتين إلى تقريب أربعة درجات مرون بالبليد أربعة درجات ثلاثة بالبويرة ثلاثة بسعيدة مع أسكر حوالي زوج درجات سال العاصمة تزوجها ست درجات هي تيباس أو بومردهس حتى تنس بستقانم بوهران بالنصف غاسهوات سكيك داع النبا والقالة وجي جيل ثمان درجات ثمان درجات كذلك نصبوها من جاة حاسي مسعود حاسي بركين وحاسي كل هاد المناطق تعلوحات ثمانية بأضرار وإهرير ثمانية ببني عباس وتاب البالا عشرة بتندوف عشرة برقين وأضرار ثمانية بمنطقة بورج بجي مختارين وسمى بين أربعة إلى ست درجات على الهوغار والتعصين إذا كنت نشوفوا الوضعية الجوية كيف ستكونوا ظاهرة سحبت من نوع العالي هذه الخطرة من قدر نقولوا من بني عباس نطلعوا بها تاغريت بني والنيفو نطلعوا على ولاية النعامة ولاية سعيدة وأيضا كل ولاية الداخلية الغربي وحتى الوسطى سحبت من فعالية على كلها واسمها صافية على شرق البلاد والجنوب الكبير كل منطقة الجنوب الكبير دائما هذه الزواب عراملية تهم المناطق على السحر الوسطى شوفوا درجة الحرارة إن شاء الله ننتظروها بدون تغيير على كلها كيف يقولك فيما يخوص درجة الحرارة حتى الإطاديوسيال ما بين 12 إلى 13 درجة على الهضاب العليا ما بين 21 إلى 21 على الهوغر والتاصيلي حتى المنطقة الجنوب الشرقي من ولاية ورقلة إلى ولاية إليزي حتى كدليك كلمزان سيدة بالعباس غليزان السيق عين تموشان 22 بوهران 18 بالعاصمة 18 كدليك بمنطقة بجاية جيجلسكيك داو عنا بحوالي 17-18 درجة 14 بقسمتينة 24 بتين دوف عين صالح تميمونتا بالقوزة وفاتيس ورقان وأيضا أضرار و 27 درجة في سيلة وأباليسان بمنطقة طمر رصد شوفوا الملحة والصيد البحري البحر عبو من شباب على طول الشارة السالحيني لأن الريح ضعيف 10 كيلومتر الساعة ويقدر يكون ما بين 15-20 إلى السواحيل الشرقية بيش مية تموجات على هذه المنطقة فيما يخص الرؤية مع الصباح تكون شوية رضيء السبب الضباب ونسبة الرطوبة وما تتحسنتو اللي من 4 إلى 8 أميال بحرية غروب السمش إن شاء الله على العاصمة وضحية غروب وشرق السمش على العاصمة وضحية لهذا الجمعات 28 ديسمبر 2018 يكون على السبعة وثمين وخمسين دقيقة ويقرب 8 أصبح وما زاله والغروب يكون على الخمسة وربعين دقيقة ببقى لغا نقول لكم وربي دوم وقوستكم مع البرامج الجزائرية أبوان 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 اشتركوا في القناة